السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم النهاردة في تحدي جديد من تحديات Power Query تعالى نروح بسرعة على الإكسل ونشوف تحدي النهاردة بيقول ايه تحدي بتاع النهاردة بسيط جدا عندي جدول موجود فيه عمودين العمود الاول فيه تواريخ تبدأ من 1 يناير تنتهي في 21 مارس يعني بيغطي حوالي 3 شهور كمان فيه عمود فيه المبالغ المطلوب وباستخدام Power Query ان انا اضيف عمودين على الجدول ده عمود فيه الإجمالي الجاري ده العمود الاول والإجمالي الجاري ما هو الا ان انا كل يوم بضيف عليه الايام السابقة لي يعني اليوم الاول فيه مجموع اليوم الاول اليوم التاني مجموع اليومين اللي قبله اليوم التات مجموع 3 ايام وهكذا حتى النهاية وحتلاقي في الاخر إجمالي يوم 31 مارس هو بالضبط إجمالي العمود بالكامل مش كده وبس عايزك كمان تضيف لي عمود الإجمالي الجاري الشهري يعني ايه يعني انا بعمل إجمالي جاري لكل شهر على حدة مثلا لو خدنا الجزء بتاع شهر يناير 11 ألف ده ده الإجمالي بتاع شهر يناير بالكامل لكن لما حبدأ فيبراير هنبدأ نحسب من أول وجديد وحتلاقي الـ 12 ألف اللي موجودة في 28 فبراير هي الإجمالي بس بتاع الأيام بتاع فبراير ونفس الكلام بالنسبة لمارس يبقى ممكن نقول إن التحدي ده على مستوين المستوى الأول إنك تحل بس الإجمالي الجاري المستوى الثاني إنك تحل الإجمالي الجاري الشهري لو عرفت تحل أي واحد فيهم ما فيش مشكلة ابعتلي الإيميل موجود دلوقتي حيلا قدامك على الشاشة هتلاقيه كمان في صندوق الوصف وهتلاقيه كمان الـ description اللي عايزك تستخدمه أو الوصف بتاع الإيميل اللي عايزك تحطه عشان أعرف إن الإيميل ده يخص حل التحدي اللي هم تتكلم عنه كمان زي ما عمنا المرة اللي فاتت لو بعطي الحل بتاعك سواء كان مظبوط أو مش مظبوط هتلاقي اسمك موجود إن شاء الله في نهاية الفيديو الجاي وإحنا بنعرض الحل بتاع التحدي بالتوفير للجميع واستنمي للأسبوع الجاي عشان تشوف الحل بتاعي شكرا جدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته